السؤال الأول هل ما يحصل لنا في هذا الزمان هو الوهن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أي حب الدنيا وكراهية الموت نعم بس طيب السؤال الثاني يعني ما اللي إحنا عايشينه إيه عشان إحنا زي الفل لا طبعا في ناس طبعا وهمة نفسية إن إحنا زي الفل أو إحنا حسن من غيرنا وقتا وما تيجي تنقض وتقول لك لا لا والحمد لله يعني تنقض جماعة ولا تنقض تنظيم ولا تنقض دعوة ولا تنقض كيان ولا تنقض حزب ولا تنقض الحياة لأن الناس اللي لا لا زي الفل زي الفل ما أنا في السجون بيبعينه إيه مش عارب الناس اللي بتموت دي ومش حد أش عارف يزورها عوالله كله أعيي لك لا أدينا زي الفل هل لك زي الفل ده بيأكلوا نعامه وبيض نعامه وكباب جيه وبتاعه يروح يكمل حياته أناك كباب بدلهم اللي فرحانين بالحاجات دي يروح يكلوها جوه يكلوها ربنا ياخدهم استدام شخص مني مالا ولم يستطع أن يوفي الدين فهل أسقط عنه الدين وأعتبر من الزكاة له هذا خلافهم بين الفقاء ونك من يمنع ذلك لأن الزكاة أشترط فيها النية ومنهم من لا يمنع ويراج جوز ذلك فلا مانع وأنا نفتي في هذه الحالة بالجواز إذا كان الشخص فقير ومعدم ولن يستطيع أن يسدد الدين تمام جزاكم الله خيرا